موسيقى 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 اهلا بكم درسنا لهذا اليوم هو الولادة والاحتياطات الواجب ان اتخاذها اثناءها اذا الحميل قضاء حوالي ما بين 40 و 42 اسبوع في رحمة امه يجب ان يخرج نرى الطريقة كيف يخرج وماذا هو الاحتياطات التي نفعلها لكي نستقبلها بطريقة جيدة لانه ضيف جديد نستقبلها بطريقة لتكون مزيانة وصحية كما قلنا درسنا لهذا اليوم هو الولادة والاحتياطات الواجب اتخاذها بالفرنسية اذا بعد استكمال الحميل للمدة اللازمة او الضرورية اللي هي 41 من 40 الاثنين و 42 اسبوع سيخرج الى الحياة وسنرى ما هي هذه المراحل ما هي مراحل الولادة وما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها اثناء الولادة نبدأ بوضعية الانطلاق بعد 8 اشهر من الحمل بدأت مريم في الاستعداد للولادة اذا في شهر 8 بدأت الاستعداد ونظرا لكونها اول ولادة لها فانها تشعر بمزيد من القلق لذا اقترحت عليها اختها فاطمة التعاون مع بعض زميلاتها للبحث عن معلومات حول موضوع الولادة وتزويد مريم بها فتساءلت فاطمة اذا مريم وصلت شهرها التامين وهي ولادتها الاولى فبدأت تشعر ببعض القلق من الولادة فاقترحت عليها اختها ان تتعاون مع زميلاتها من اجل البحث عن المعلومات الضرورية حول الولادة وتزويد مريم بها لكي لا تبقى قلقة فتساءلت فاطمة هنا اذا سنترح سؤال التقصي اذا حاولوا ان توقفوا الفيديو واقترحوا سؤالا للتقصي سؤال التقصي الذي اقترحه عليكم هو ما مختلف المراحل المراحل الولادة ومن الاحتياطات الواجب اتخاذها اذا المراحل اذا سنرى اذا الجنين قلنا يتكون في الرحيم ماذا سيحدث بعد ان تصل المدة اللازمة هي في حدود ما بين 40 و 42 اسبوع كيف سيخرج وما هي مراحل خروجه ثم ما هي الاحتياطات وهذا مهم جدا الاحتياطات الواجب اتخاذها اثناء الولادة اذا هنا للاجابة عن سؤال التقصي لا بد من وضع فرضيات ايضا اوقفوا الفيديو ثم اقترحوا بعض الفرضيات ولكن ممكن تحطوها في التعالق في كومنتير على الفيديو الفرضيات المقترحة ممكن اي تلميذ احت الفرضيات اللي يجاهد ما كان مشكلة تكون عندها علاقة بالموضوع اذا نقترح بانه اولا لخروج الحميل من الرحيم تبدأ انقباضات في الرحيم ثم ايضا خروج الحميل والمشيمة المرحلة التانية ثم بالنسبة للاحتياطات هناك نقترح نضافة الام والراضيع مهمة جدا خاصة بعد الولادة مباشرة تنفس الرضيع ضروري بعد الولادة مباشرة لكي لا يصاب لا يقدر الله بامراض خطيرة تغذية الام والرضاعة يعني رضاعة الطفل اللي هي الغداء الاساسي للرضا بعد طرحنا للفرضيات نمر الى المرحلة الموالية ثالثة في معالجتنا لهذا الدرس هي اختبر الفرضيات المرحلة الاولى للولادة اتساع عنق الرحم لاحظوا هنا عنق الرحم قبل الولادة ثم بعدما يبدأ في الانقباضات يبدأ في الاتساع لاحظوا هذه الفتحة الصغيرة وبعد تجدد الانقباضات وتواليها يتوسع عنق الرحم بالشكل الذي يسمح للحميلة بالخروج لاحظوا هذه المراحل جيدا هنا عنق الرحم قبل بداية الاتساع ثم بعد الاتساع هنا بدأ عنق الرحم في هذه المرحلة بدأ عنق الرحم في الاتساع بعد الانقباضات ثم لاحظوا هنا هذه تساع عنق الرحم سنتيمترات وهو جاهز للولادة يعني جاهز لمرور الحميل الأولى هي اتساع عنق الرحم المرحلة الثانية هي ولادة الطفل بعد تساع عنق الرحم الذي يستمر بضع ساعات حسب كل كل مرأة حامل وعنقها إذن هنا خروج ولادة الطفل وخروجه إلى الحياة كمرحلة ثانية المرحلة الثالثة من الولادة هي خروج المشيمة إذن يستمر الرحم في الانقباضات إلى حين خروج المشيمة ما قد سبق وأن قلنا بأن الدور المشيمة هو منها يتغذى الحميل في رحم أمه عن طريق الحبل السري ثم يقطع الحبل السري وتظهر المشيمة على هذا الشكل نلاحظوا هذا هو الخروج نهائي للمشيمة التي كان يتغذى منها الحميل أو الجنين نمر الآن إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها مباشرة بعد الولادة إذن أول احتياط يجب اتخاذه هو النظافة نظافة الرضيع ثم نظافة أمه إذن أولا تنشيف المولود بثوب نظيف وتغيير حفاظته كل ساعتين على الأقل مع تنظيف الجهاز التنسلي للمرأة إذن هذا احتياط ضروري إذن تنشيفه ثم تنشيف أنفه وفمه من كل ما يمكن أن يعيقى تنفسه المرحلة الثانية من الاحتياطات هي الحرارة إذن يجب أن لا تنزل درجة حرارة الرضيع على أربعة وثلاثين درجة إذن حمل المولود فور ولادته بشكل يضمن ملامسة جلده لجلد أمه لمدة ساعتين لمساعدة الرضيع على تنظيم درجة حرارة جسمه إذ لا يجب أن تنخفض درجة الحرارة عن أربعة وثلاثين درجة وإلا سيموت الرضيع إذن هكذا إذن يجب وضع الرضيع أن يلامس أن يلامس جلده جلد أمه لمدة ساعتين من أجل كي يستمد الحرارة من جسم أمه الاحتياطات الموالية الاحتياطات الثالث هو تنفس المولود يجب أن يتنفس المولود فوراً وإلا سيصبح معاقاً ولمساعدته يجب شفط العوالق بفمه وأنفه إذن يجب أن تنظيف أنف وفم المولود الجديد من أجل أن يتنفس حتى لا يصاب بالعاقة إذن لكي يصل الأكسجين إلى دماغه وهذا هو المهم تغذية الموالية تغذية الأم والرضيع يجب على الأم الاكتار من تنويل السوائل والأطعام الصحية من أجل إدرار الحريب واستعادة طاقتها وصحتها إذن الأم لكي تسترجع صحة ديالها ولا أفية ديالها لابد أن تتناول أغذية فيها فوائد وسوائل كفواكه وشرب المياه وأكل المواد الغنية بالمواد الصحية من كالسيوم وحديد وخضروات إلى أخيره وتعتبر الرضاعة أيضا بالنسبة لتغذية الرضيع تعتبر الرضاعة الطبيعية الأفضل لتغذية المولود الجديد لا من ناحية المكونات ولا من ناحية درجة الحرارة فهي طبيعية توفر للمولود الغذاء الكامل وتعطيه وتقوي مناعته وتجعله ينمو نموا طبيعيا كفقرة أخيرة سنتحدث عن فوائد الرضاعة الطبيعية لا بالنسبة للرضيع ولا بالنسبة للأم يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع خلال الأشهر الستة الأولى فهو لا يحتاج إلى أي تغذية أخرى يقوي مناعة الرضيع إذن حليب الأم يقوي مناعة الرضيع يساعد الطفل على مقاومة العدوى والمرض يعني يعطيه منع قوية حتى في وقت لاحق من الحياة إذن يعطيه منع تساعده على مقاومة الأمراض مدى الحياة يقلل من خطر السمنة على المدى البعيد يساعد على تطوير العينين والدماغ وأنظمة الجسم الأخرى تساعد الرضاعة الطبيعية على تطوير الفك لأنه يحرك فش يكون يرضى ثم وللرضاعة الطبيعية أيضا فوائد كثيرة في تعزيز صحة الأمهات كما تقلل من النزف مباشرة بعد الولادة الولادة الإصابة بسرطان التادي وسرطان المبيض إذن الرضاعة الطبيعية تقي من الإصابة بسرطان التادي وسرطان المبيض الإصابة بها ششة العظام تمنع أيضا أمراض القلب والأوعية الدموية ثم تقي الأم من البدانة إذن هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة إذن نعيد بأن مراحل الولادة هناك مرحلتين المرحلة الأولى هو اتساع اتساع الرحم ثم بعد تولي الإقباض يستمر الإقباض يستمر الاتساع الرحم إلى أن يخرج المولود ثم في المرحلة الثانية تخرج المشيمة وهنا بعد خروج المشيمة وخرج المولود إلى الحياة لا بد من انتخاذ بعض الإجراءات منها النظافة منها التنفس منها أيضا الحرص على درجة الحرارة وكذلك الحرص على تغذية تغذية طبيعية عبر الرضاعة الطبيعية التي ينصح بها جميع الخبراء فلا يوجد غذاء أفضل للرضيع من حليب أمه شكرا لكم على حسن التتبع إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر